وطبعاً اللي شاغل بالنا دايماً الستات والحمد لله مصر مليانة بالنماذج النسائية الناجحة جداً النهاردة معانا إثبات على الموضوع ده لأن معانا نموذج لسيدة مصرية عاملة بتكسب قطها بالحلال وبعرق جبنها زي ما بنقول كده في الأمثال البلدي صاحبة شخصية قوية بتشرف على العمال في ورشتها وبتقف معاهم إيد بإيد هي فعلاً نقدر نقول عليها كده أنها 600 راجل النهاردة معانا صورة جديدة من صور الكفاح لأصحاب الهمم وهي السيدة أمل الزناتي من مدينة الحمول في كفر الشيخ وهي من قصار القامة لكن قهرت كل الظروف والصعاب علشان تكسب لقمة عشها ودلوقتي بقت من سيدات الأعمال أمل بتصلح جرارات أيوة أنتم ما سمعتوش غلط هي فعلاً بتصلح جرارات ودي شغلانة مش تهلع الرجالة ما بالك بقى بالستات خلونا الأول نرحب بضفتنا أمل الزناتي مدام أمل إزاي صحياتك عاملة إيه؟ بالله مبسوطة أنك معينا النهاردة في سيدة الستات طبعاً الناس حتستعجب يعني سيدة أعمال وبتصلح جرارات وإيد بإيد مع رجالة ومش مثلاً هنا في القاهرة أقولي فكرة الستات أنها بتشتغل في أي حاجة في العاصمة أوكي لكن في كفر الشيخ في الحمول أعتقد الفكرة دي مش سهلة طبعاً أنا أخذتها يعني وراسة عن والدي فحبت أن أنا أثبت نفسي وشخصيتي أن ما فيش فرق بين ست وراجل أن أنا أعمل حاجة مميزة أن أنا تبقى أن هي صعبة حتى على الرجال بالضبط أن أنا أشتغل تبقى الساحب التي نزل همم وتبقى أن ما فيش فرق بين راجل وراجل طيب عايزة أبدأ معيك من الأول أستاذ أمل يعني أنت بدأت إزاي أنت بتقولي باباكي يعني والدك هو اللي بدأت معاه المسيرة هو اللي علمك لكن أكيد برضو ما كانش متقبل الفكرة أن بنته هي اللي هتنزل وتقف مع الرجالة والجرارات هل درستي هل حاولت تقنعي المجتمع وأولهم والدك واللي عملت إيه هو في الأول خلص كان والدي فتح محل الأخوية فأنا حبيت أن أنا إيه يعني أدخل في المجال بتاع المحل الكتار الغيار فدخلت وإيه بقيت يعني إيه أثبت نفسي واحدة بواحدة علم نفسي بنفسي فوالدي بقى يشجعني كان دايما يقولي أنا عايزة تبقى حاجة في المجتمع حاجة كبيرة فدايما كان يشجعني لقدام يديني يحافظ أن أنا هبقى حاجة كويسة يعني شجعني أرطو فلما دخلت المجال بقيت يا كانت صعبة في الأول بس واحدة وحدة علمت نفسي بنفسي كده واحدة وحدة رجعت ما بقيت معروفة على مستوى المحافظة والمحافظات المجورة له والحمد لله بقيت بتسلحي كرارات بإيدك أنا بستعين بالشورانتي كتعة الغيار الأول الأول قتعة غيار بس عشان قتعة غيار دي عاملة زي الدكتور لازم تحددي إيه اللي بايز إيه اللي محتاج تغيير والصور هي قدامنا يعني إثبات أنك أنت بتعملي الحاجة كمان بإيدك فأقولي لي كده بقى يعني أنت اللي بتشخصي الحالة أنت اللي بتعرف عن قتعة غيار يعني إيه اللي بروح عشان إن أنا أفيد نفسي وأتعلم بقيت أروح الورشة هنا هنا أنا أعرف عشان أزبت للزبون أعرف مثلا لما أكون عايز حاجة جوهdos جرار أبعارف هي إيه حتى مواتير؟ كل حاجة أه دي في المواتير والكورونا كل حاجة في قلب الزبون أعرفها أن أنا أعرف لما يجيه الزبون مصلا مش عارف وإلى أنا عايزة حاجة مثلا جوة الجرار في حتة الفلانية بيليا كذا ترس كذا أبقى عارفة أن هي بالزبط لما أقول لي أبقى أجبها له عن معرفها بالزبط طبعا يعني ده شيء صعب على الرجالة طب اللي بقى أقولي لي ده فضول بقى أخوكي كمان بيشتغل معاكي؟ أخويك الوقتي بيشتغل في البيع الوقتي بيشتغل الجرارات أوكي لكن أنت بقى اللي بقت عندك مسؤولية أنك أنت يعني أنت اللي بتصلحي الجرارات أنت اللي بتعملي قطع الغيار بتبيعي قطع الغيار الموضوع ده يعني الرجالة بتبوصلك إزاي لأن أنا شايفها في الصور أن كل يبتشتغلي معهم رجالة فبيبوصولك إزاي وخصوصا بقى لو حد جديد أو عمالة جديدة جاية تشتغل معاكي ولقوكي أنت اللي بتديري الموضوع ده كله لأ هم يعني اللي جاي ببقى سمع عني مثلا من الزبون تاني من الصناعي فيحبوا يعني أما مقتنعين أننا فهمة كيانا ما بيقتنع أننا فهمة وعارفة كل حاجة فبيجي يتكلمون عن الشيء أننا هجبلهم الشيء مضيف والشيء كويس هم يعني عارفين الأمل أن هي معروفة بالحاجات وكتر غير كويسة وأن هي فهمة كل شيء لكن أمل أنت بقى يعني وأنت صغيرة وبنوتة كده أنت متجوزة حاليا مش كده؟ نا منفاصلة منفاصلة قبل حتى ما تتجوزي أكيد برضو بيبقى فيه البنات بيبقوا عايزين شغلانات بحاجات تانية يعني هل اشتغلت في أي حاجة تانية غير موضوع الجرارات؟ نا ولا من أول لما بدأت على طفل دفل؟ وانا قدت أنا كسم تفصيل آه بس ما اتجتش التفصيل خالص لاخدت المجال ده أنا على أساس تبقى حاجة وميزة حاجة يعني معكي شهدتك على الأقل آه تقدري لو يعني لو مش بتعملي موضوع الجرارات تقدري تشتغلي في حاجة تانية؟ ماء كسم تفصيل آه من صناعة كسم تفصيل أوكي بس ما اتجتش الموضوع ده خالص وكل اتجت الموضوع ده اللي يعني هي حاجة تبقى مع يعني عملناها شخصيات بتتعامل مع شخصيات صعبة في التعامل شوية بس بقدر بأسلوبي بتغلب على أن أنا أتعامل مع أي حاجة احكي لي كده أمل أصعب موقف اتعرضتينه وخصوصا إحنا يعني مش ناس لطاف قوي يعني طول الوقت انت عارفة؟ حتا يعني التنمر وأن حتا الراجل دايما مش دايما مش كل الرجال عشان ما عممش لكن في أغلب الأوقات دايما لما يلاقي ست بتشتغل في حاجة صعبة يحاول إيه يعني مش يسخف عليها يعني يقلل من قدرتها على أنها تعمل الشغل ده بس ما بيقى بيقى كده بس ما بيلاقي بقى أن أنا فاهمة وقدرة أن أنا بأسلوب أن أنا أكنعه بالشيء وأن أنا فاهمة عنه وفاهمة عن الصناعي بتاعه كمان بيقدر أنه يسخ بقى ويرجع في الموقف أصعب موقف تعرضتيله حاجة مش ممكن تنسيها يعني أصعب موقف لما كنت أنا في المحل بتاعنا وبعدين جي زبون الراجل شخصي في البلد كده فاهم قيل لي هات الشيء الفلاني فأنا يعني دايماً أقول لي الزبون حتى يعني ادخل حتى منعرف أم فبقول له تفضله فمحت هتا من فعصة مش طويلة أم بقلي وولدك ما عادك هنا ليه مت متعودش هنا أنت من أصورها متعودش هنا أنت مش فاهم حدا متعودش هنا يا خبرة بيت فدي تأثرت فيه قوي طبعا وروحت قلتي سكينة يعني روحت قلتي الولد من الموقف ذا فوالدي أخد بعض وأمرحله له في البيت فقبله ولا ابنه ابنه دا عنده أعاقة فقال له يعني بيعمل كده وهو كمان يعني ابنه عنده أعاقة قال له خلي قول لي والدك اللي عنده عايل في حاجة يرميه قال له ليه بتقول لي كده عم فلان عم دانات أم قال له بس قول لي والدك كده هو يعني عايز يفهمه بطريقة غير مباشرة أن بنتي دي يعني تعمل كل اللي عايزاه وهي موجودة في المكان الصح وانت مش من حقك أن انت تقيم يعني وضعها على أساس المشكلة يعني واخد نفس وضعين زين أنت تقول لي بفقهات يعني أنت تجيب لي لغاية عني يعني القصص دي يا جماعة هي اللي بتدينا أمل أننا نقدر نعمل أي حاجة الستات في مصر بيقدروا يعملوا أي حاجة وما بيهمهمش شكلهم ما بيهمهمش ظروفهم هم عايزين يوصلوا الهدف معين هيوصلوله بغض النظر واللي قدامهم هو اللي لازم يحترمهم وهو اللي لازم يقدر مواهبهم ويديهم كامل الاحترام يعني أمل الزناتي أنا بشكرك بدينا صورة رائعة للستة المصرية وبتمنى لك دايما يا رب التوفيق الله يارك طيب